الفنانة الجميلة عصر الحكيم مسأل أهلا بيك مسأل نمر حضرتك وجودك النهاردة بيمثل إيه كمشاكة للفنان القادير عاد الإمام حد ما يفكر مرتين أنه يبقى موجود في تكريم الفنان الكبير عاد الإمام وهو ما فيش اتنين عاد الإمام في مصر يعني فده طبعا سعادة لنا كلنا الحقيقة تكربة حضرتك الفنية مع عاد الإمام في النمر والأنسة توصفيها لنا إزاي؟ والله هم كانوا تجربتين أول تجربة في بدايات مشوارنا احنا الاتنين بس ده مش معناه ان احنا لسه شباب برضو احنا لسه شباب يعني فكان فقاتل مقتال شهد وبعدين التانية كانت نمر والأنسة والاتنين كانوا مختلفين بحكم اختلاف الدور وحكم اختلاف الخبرة بيننا بس يعني عادل شخصية جميلة الحقيقة يعني كلنا لازم نبقى سعداء جدا بتكريمه في أي مكان وفي أي مناسبة كأنه تكريم لنا كلنا طبعا يعني لو لخصنا عاد الإمام الإنسان والفنان في جملة نقول ايه؟ زعيم